السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي في بكوّن اللغة العربية مرجع المفيد للمستوى الرابع ابتدائي في هذه الحصة سوف نشتغل على الصفحة رقم 26 تثبيت لدينا إملاء علامات الترقيم أرسم علامات الترقيم المطلوبة هنا نضع علامات الترقيم المطلوبة في الخانة المناسبة أمام كل كريمة إذن لدينا فاصلة فاصلة هذا هو رسمها النقطة هذا هو رسمها علامة التعجب هذا هو رسم علامة التعجب ثم علامة الاستفهام هذا هو رسم علامات الاستفهام إذن هذه العلامات كنا قد تعرفنا عليها في حصة الإملاء علامات الترقيم وتتذكرون ذلك جيدا الآن ننتقل إلى الصرف والتحويل أقصام الكلمة يقول التمرين أولا أصنف الكلمات في الجدول بحسب أقصام الكلمة الكلمات التي لدينا هي بنا صوق في تجول على المدينة تطل البحر ب والجدول فيه الأفعال الأسماء الحروف إذن نضع كل كلمة في خانتها المناسبة إذن بنا نضعها في خانت الأفعال سوق نضعها في خانت الأسماء في نضعها في خانت الحروف تجول نضعها في خانة الأفعال على نضعها في خانة الحروف المدينة هذه الكلمة نضعها في خانة الأسماء تطل نضعها في خانة الأفعال هي فعل البحر نضع هذه الكلمة في خانة الأسماء وأخيرا بي نضعها في خانة الحروف إذن ملأنا الجدول بأفعال الأسماء والحروف وتذكرون بأن الفعل قلنا هو الذي يدل على عمل نقوم به في زمن معين والإسم هو ما نسمي به إنسانا أو نباتا أو حيوانا أو أشياء أما الحرف هو كلمة لا يفهم معناها إلا بتركيبها في جمل هذا هو التعريف والشرح للفعل الإسم والحرف وهو موجود في استنتج للحصة السابقة لأن نمر إلى ثانيا أقرأ الكلمات وأركب منها ما يمكن من الجمل الفعلية لأن هنا يجب أن نحصل على جمل الفعلية بمعنى نبدأ بالفعل الكلمات لدينا الوطن أزور مدينة مفخرة أحب عريقة هذه فاس إذا الأفعال التي لدينا هي أزور وأحب بمعنى سوف نبدأ الجملة بأزور ونبدأ جملة أخرى بأحب ونستخدم فعل إما أزور أو أحب مرة ثانية إذن نبدأ مع الجملة الأولى نقول أزور مدينة فاس إذن استخدمنا أزور مدينة فاس جملة ثانية أحب فاس مفخرة الوطن أحب فاس مفخرة الوطن إذن هنا استخدمنا أزور واستخدمنا أحب جملة الثالثة نأخذ أزور نقول أزور مدينة عريقة أزور مدينة عريقة إذن هذه الجمل الثلاث هي جمل مفيدة وجمل جمل تامة المعنى إذن جمل حصلنا على جمل مفيدة وجمل تامة المعنى تبتدئ بفعل نمر الآن إلى التراكيب الجملة المفيدة أقرأ الجمل غير المفيدة وأحولها إلى الجمل المفيدة إذن جمل غير مفيدة ندينة في الخانة الجدول في الخانة الأولى ندينة تشهد الصوامع على هناك نقط ندينة تشتهر مراكش بي هناك نقط ندينة يعرف الجد وهناك نقط إذن هذه الجمل الثلاث هي جمل غير مفيدة لأنها غير مكتملة نحن نقوم بإتمام هذه الجمل إما بكلمة أو كلمتين حتى يصبح معناها معنا تاما ومفيدا إذن الجملة الأولى نقول تشهد الصوامع على حضارتنا إذن تشهد الصوامع على حضارتنا إذن أضفنا كلمة حضارتنا الجملة الثانية تشتهر مراكش بي إذن ما تشتهر به مراكش لدينا ساحة جامع الفناق إذن نكتب تشتهر مراكش بساحة جامع الفناق إذن هنا أصبح المعنى تام للجملة الثانية يعرف الجد إذن الجد يعرف إذن ماذا نتمم هذه الجملة نقول يعرف الجد حكايات مسلية إذن الكلمات التي أضفناها وضعتها باللون الأحمر في الجملة الأولى أضفنا كلمة واحدة الجملة الثانية أضفنا ثلاث كلمات في الجملة الثالثة أضفنا كلمتين وهذه الكلمات التي أضفناها جعلت الجملة مفيدة وجعلتها ذات معنى تام إذن الآن ننتقل إلى التمرين الأخير أنتج جملتين مفيدتين وأضع علامة الترقيب المناسبة إذن هنا نضع جملتين مفيدتين ونستخدم علامات الترقيب في الجملة الأولى قلت لأخي إذن نقطتان أين تذهب أين تذهب إذن نضع علامة استفهام في الأخير ويمكننا استخدام المزدوجتين قبل أين وبعد علامة استفهام الجملة الثانية الجملة الموالية ما أروع أصوار فاس ما أروع أصوار فاس إذن هنا جملة فيها التعجب إذن نضع علامة التعجب في الأخير في نهاية الجملة وإلى هنا أعزاء التناميذ نكون قد أنهينا لإجابة عن التمرين المتعلقة بالإملاء والصرف والتحويل والتراكب للدروس التالية علامات الترقيب أقصام الكلمة الجملة المفيدة أترككم الآن في أمان الله وإلى اللقاء في حصة قادمة